ونحن نتابع قطعا بأن هذه المسألة هامة للغاية بالنسبة لفلاديمير بوتين خاصة وأن لديها أطماع توسعية وإن كانت هناك محاولات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستنزاف واضح للجيش الروسي يعني هذا ما تحدث عنه الخبراء إذ أنه باستنزاف الجيش الروسي سيصبح ضعيفا وهذا الأمر سيجعل من الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الهيمنة العالمية خاصة في ظل استخدام فلاديمير بوتين لميليشيا فاجنر بشكل واضح وصريح في عدد من الدول التي شهدت صراعا قويا إذن نتحدث عن أن الأزرع الروسية الآن كلها تنصب ومتجهة تجاه الدولة الأوكرانية بعد أن كانت منشغلة بعدد من الدول التي شهدت صراعا قويا ويبدو بأن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ناجحة في هذا الأمر بل إنه بعض من المتابعين والخبراء تحدثوا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بجعلها الحرب تنشب في أوكرانيا قادرة إذن على التعرف على مزيد من الأسلحة الروسية التي لم يكن لديها أي معلومات حيالها